السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا بحضرتكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من ملتقى الفكر الإسلامي والذي يأتي برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في هذه الحلقة نتحدث عن خلق العفو وما هو العفو هذه الصفة المحمودة صفة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ولا بد أن يكون لنا في الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام القدوة الحسنة قد كان يسامح الجميع يعفو عن الجميع كانت هناك الكثير من الخصال المحمودة من خصال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام التي تدعو إلى العفو ودائما نتذكر قول الحق عز وجل فصفح الصفحة الجميل حقيقة في هذه الحلقة لا بد أن نؤكد عن معاني كثيرة جدا وأن نضع تعريف موضح وواضح للعفو وأن نؤصل هذا العفو في حياتنا اليومية أتشرف بوجود ضيوفي الكرام فضيلة الدكتور جمال عبد العزيز عثمان عضو المكتب الفني لمساعد الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف لشؤون الامتحانات وأيضا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أهلا بحضرتكم كل عام حقيقة أبدأ مع حضرتك دكتور جمال عبد العزيز ونتحدث في البداية عن تعريف العفو الحمد لله وكفاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قل للبلاغة غض الطرف واحتشمي فذكر أحمد يعلو هامة الكلم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله وأوردنا حوضه ولا تحرمنا رؤيته ولا تحرمنا زيارته واسقنا يا ربنا من يديه شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا ثم أما بعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واشهد الله جل في علاه أن حبكم يجري في عروقي وفي دمي وأن ذكركم طيب طيب في مسمعي وفي فمي وقبل أن أتحدث عن تعريف العفو أقول بأن الإسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام ينقسم الإسلام إلى عقيدة وإلى شريعة وإلى أخلاق فالعقيدة هي توحيد الله جل في علاه والشريعة تتمثل في العبادات والمعاملات تتمثل في الصلاة والصيام والحج والعجيب أن كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة يمثل بمفرده ثلث الدين فالعقيدة تمثل الثلث الأول والشريعة تمثل الثلث الثاني أما الأخلاق فهي تمثل الثلث الثالث والعجيب أن الأخلاق وإن كانت تمثل الثلث الثالث والثلث الأخير إلا أن الأخلاق في الإسلام هي الدين كله وذلك لأن العبادة المغزى الأساسي من العبادة يتمثل في الأخلاق الحميدة لماذا شرع الله جل في علاه الصيام لماذا شرع الله جل في علاه الصلاة اقرأ معي قول الله جل في علاه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لماذا شرعت يا ربنا الصيام اقرأ معي قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فكل عبادة شرعها الله جل وعلا شرعها من أجل أن تنعكس أخلاقيا على المجتمع الإسلامي حتى تنظم الأخلاق حركة المسلمين في تلك الدنيا بل والعجيب أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختزل واختصر الدعوة الإسلامية وعمر الدعوة الإسلامية في مكارم الأخلاق فقال نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فالدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين ومن ضمن الأخلاق العظيمة التي نتحدث عنها اليوم خلق عظيم جليل ألا وهو خلق العفو وهذا الخلق العظيم ذكره ربنا سبحانه وتعالى في القرآن خمس مرات والعجيب أنني عندما جئت بالآيات الخمس ونظرت إليها نظرة متفحص ونظرة متأمل استطعت أن أخرج بأمرين في غاية الأهمية أما الأمر الأول فهو أن الله جل وعلا عندما يذكر العفو في آية يأتي بعد ذلك ويأتي بمؤكد يزيد عن المؤكد الذي ذكره الله في الآية الأولى أضرب مثالا للتوضيح الله جل وعلا يقول وكان الله غفورا رحيما علماء اللغة العربية يقولون بأن الله جل وعلا عبر هنا بالجملة الإسمية فأصل الكلام الله غفور رحيل والجملة الإسمية يعبر عنها للدلالة على الثبوت والدوام على غالب الأحوال عندما يتحدث الله جل وعلا مرة ثانية عن العفو يقول إن الله كان عفوا غفور يبقى أكد الكلام بمؤكد ثاني وهو إن المؤكدة وعندما يتحدث الله للمرة الثالثة يؤكد بأن واللام المؤكدة فيقول جل في علاه وإن الله لعفو لعفو غفور أكد الله جل وعلا هنا بإن ثم أكد بالجملة الإسمية ثم أكد باللام وهي لام الابتداء زحلقت من المبتدأ ودخلت على الخبر الملاحظة الثانية أنني عندما قرأت الآيات التي تتحدث عن العفو وجدت أن الله جل وعلا عندما يذكر العفو يأتي ببعض الصفات الأخرى بجوار صفة العفو الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاعفو عنهم واصفح ويخاطب الله جل في علاه صديق الأمة الأكبر فيقول وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله جل وعلا يقول في الآية الأخيرة وفي الكلمات الأخيرة من سورة البقرة الله جل وعلا يقول واعفو عنا واغفر لنا وارحم فلابد أيها المشاهدون الكرام لا بد أن نفرق بين خلق العفو وخلق الصفح أما العفو فهو مصدر للفعل عفا يعفو فهو عاف عفا يعفو عفوا والعفو في لغة العرب تعني المسح والإزالة فكأن الله جل وعلا عندما يعفو عنك أيها المسلم فهو يمسح زنبك ويزيل زنبك بالكلية وتلقى رب البرية وليست عليك خطيئة واحدة هذا بالنسبة للعفو وهو مأخوذ من عفة الريح الأثر إذا أزالت الريح الأثر وأثر الأقدام من على التراب بحيث لا يبقى لها أثر هذا بالنسبة للعفو أما بالنسبة للصفح فالصفح معناه أن أعفو عن المذنب وعن المقصر لكن دون أن أوجه إليه نظرة قاسية ودون أن أوجه إليه كلمة جارحة ودون أن أوجه إليه ما يؤذيه فالله جل وعلا يقول للمسلم إذا التزمت بخلق العفو لا بد بعد ذلك أن تلتزم بخلق الصفح لأن المسلم ليس ملكا مقربا وليس نبيا مرسلا فقد تترك الإساءة شيئا في نفسه فالله جل وعلا يقول لك إذا عفوت فلا بد أن تستعمل الصفحة بعد العفو فاعف عنهم واصفح أما بالنسبة للفرق بين العفو والمغفرة والرحمة فقد عرفنا العفو بأنه المسح والإزالة أما المغفرة فهي مأخوذة من مدة غفرات وغفر الشيء بمعنى ستره وغطاه تقول العرب غفر الرجل غفر الرجل المتاع في الإناء أي غطاه وهنا اختلف العلماء أيهما أوسع مدلولا وأعظم معنى العفو أم المغفرة الراجح والذي أراه أن هناك فريق من العلماء قال بأن العفو أوسع مدلولا وبعضهم قال بأن المغفرة هي أوسع مدلولا ولكني أراه والله أعلم أن العفو أوسع من المغفرة والسر في ذلك لأن العفو يعني طمس الذنب ومحو الذنب بالكلية من كتابك الذي كتب عليك فيه كل صغيرة وكل كبيرة فذنبك لم يعد موجودا بالكلية في ديوان أعمالك وفي ديوان حسنات أما المغفرة كما قلت فهي غفر الشيء وستر الشيء يعني الشيء موجود لكنك قد غفرته وقد سترته وهناك حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لنا الفرقات بين المغفرة وبين العفو الحقيقة دكتور جمال عبد العزيز أوضح مجموعة من النقاط الهامة جدا في خلق العفو يعني وضح تعريف العفو والفرق بين الصفح وبين العفو وأيضا هناك التفرقة بين مفهوم المغفرة والرحمة ولكن أعاود الحديث مرة أخرى لدكتور جمال عبد العزيز وأطرح عليه سؤال عن نماذج وصور لهذا العفو ولكن نأخذ كلمة في البداية من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد علي سليمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أقام من كل موجود دليلا على عزته ونصب علم الهدى على باب حجته الأكوان كلها تنطق بالدليل على وحدانيته وكل موافق ومخالف في الخلق يمشي تحت إرادته ومشيئته إن رفعت بصر الفكر ترى الفلك في قبضته وتبصر شمس النهار وبدر الدجا يجريان في بحر قدرته اللهم لك الحمد على عطائك الذي فاض وعلى خيرك الذي جاد وعلى فضلك الذي ساد وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله إمام المرسلين وقائد الغر الميامين إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على محمد فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك كلهما محمد رسول الله حقا اتبعنا وآمنا وصدقنا محمد فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله ثم أما بعد في البداية نشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا الجمع المبارك نسأل الله العلي القدير أن يجعل جمعنا مرحومة وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة في البداية سيد تامر اسمح لي أن أشكر معالي وزير الأوقاف سيد دكتور محمد مختار جمعة على حرصه على اختيار موضوعات في غاية الأهمية في ملتقى الفكر الإسلامي موضوع العفو موضوع في غاية الأهمية العفو من الخصال الكريمة والخلال الجميلة والقيم النبيلة والأخلاق الرفيعة التي يجب على المسلم أن يتحلى بها وأن يتخلى عن ضدها والعفو عند المقدرة صفة مهمة ليست لاستقرار الأفراد فقط ولكن لاستقرار المجتمعات بل إن العالم كله في حاجة ماسة إلى تمكين قيمة العفو في هذا الزمان ونسأل الله العلي القدير أن يصلح حال الأمة وحال العالم وأن يجمع الشرق والغرب على الرحمة وعلى التسامح حتى تستريح الأمة وحتى يستريح العالم أجمع من العناء العفو من أسماء الله تعالى الحسنى ومن صفاته العلا وعلينا أن نقتبس من نورها وأن نتخلق بأخلاقها وأن نتحلى بما فيها من معاني قال سبحانه وتعالى إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إننا في حاجة ماسة إلى التفقه في معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلا حتى ننعم بالسعادتين والردوان والفوز بالردوان في الدنيا والآخرة فمن كمال عفو الله سبحانه وتعالى أنه مهما أصرف الإنسان على نفسه في هذه الحياة ثم عاد وتاب إلى ربه وإلى مولاه غفر الله عز وجل له ذنوبه يقول الحق تبارك وتعالى كل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل يا ابن آدم الخطاب من الله إلى بني آدم يا ابن آدم إنك إذا ما دعوتني وإيه كمان ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم صغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يا رك الله فيك أيها المشاهد الكريم العفو خلق من أخلاق النبيين والمرسلين عليهم الصلاة وأسكى السلام فقد لاق المرسلون من أقوامهم أشد أنواع الأزى ولكنهم صبروا وتحملوا صبروا على أزاهم على أزاهم في سبيل نشر دعوة الله سبحانه وتعالى وبذلوا كل ما في وسعهم في سبيل بيان الحق وضربوا أروع الأمثلة في العفو في الصفح الجميل فهذا نبي الله يوسف عليه السلام يعفو عن إخوته الذين حاولوا قتله بل إنهم رموه في البئر وفرقوا بينه وبين أبيه صغيرا وحيدا فريدا فلما مكن الله سبحانه وتعالى ليوسف فلما مكن الله لسيدنا يوسف عليه السلام وجاءوا إليه يعتذرون هل انتقم منهم هل عزبهم كما عزبوه هل ضربهم كما ضربوه هل أهنهم كما أهانوه كلا كلا بل إنه قابلهم بالعفو والصفح الجميل قابلهم بالمعروف وقابلهم بالإحسان فعفى عنهم عند القدرة على الانتقام منهم وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام قال لا تثريب عليكم اليوم وحال قضيتهم إلى الله جل فعلا بعد أن عفى عنهم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وإذا انتقلنا إلى سيد الخلق وحبيب الرب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه قد تجسدت في شخصيته دستور الأخلاق النبوية فضرب أروع الأمثلة في التحلي بالأخلاق الكريمة والصفات القويمة وحرص على نشرها حرص النبي عليه الصلاة والسلام على نشرها وعلى نثرها وعلى بزرها في قلوب الناس وفي قلوب المجتمع ومن بينها خلق العفو والصفح والأمثلة على ذلك كثيرة فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسير ذات يوم فأدركه أعرابي وهو رجل من أهل البادية وهم غلاز شداد فجذب النبي عليه الصلاة والسلام جذبا شديدا فأثر في عنقه الشريف عليه الصلاة والسلام وبعدما آز النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل آزاه أيضا بالقول بالحدة والشدة والغلزة قائلا له يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فماذا فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فالتفت إليه النبي فضحك تبسم النبي عليه الصلاة والسلام من صنيعه ثم أمر له بعطاء هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام وكيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام أول من نزل عليه قول الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في الصراء والدراء والكاذمين الغيزة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وكيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام أول من نزل عليه قول الحق تبارك وتعالى فمن عفى وأصلح فاجره على الله إنه لا يحب الظالمين وكيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام أول من نزل عليه قول الله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وكيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام أول من نزل عليه قول الله تعالى خذ العفوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام أول من نزل عليه قول الله تبارك وتعالى وأن تعفو أقرب للتقوى وكيف لا والنبي أول من نزل عليه قول الحق تبارك وتعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر كيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام أول من نزل عليه قول الحق تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن وهو الذي نزل عليه قول الحق تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وكيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام هو أول من نزل عليه قول الله تبارك وتعالى إن تردوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وكيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام أول من نزل عليه قول الحق تبارك وتعالى فعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين كيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام أول من نزل عليه قول الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور الرحيم كيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام أول من نزل عليه قول الله تعالى فاصفح الصفح الجميل وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر الصبر الجميل وذكر الصفح الجميل وذكر الهجر الجميل فأين نحن من الصبر الجميل وهو الذي لا شكوى فيه وهو الذي لا شكوى معه الزوج أضحى لا يتحمل زوجته والزوجة أمست لا تتحمل زوجها والجار بات لا يتحمل جاره والزميل لا يتحمل زميله ولا مديره أين نحن من الصفح الجميل وهو الذي لا عتاب فيه أين نحن من الهجر الجميل وهو الذي لا أذى معه أيها المشاهد الكريم نفهم من عفو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن هذا الأعرابي أمرين الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من طبعه ومن أخلاقه أنه لا يرد الإساءة بالإساءة بل يردها إحسانا وعفوا وصفحا جميلا واضعا نصب عينيه كل الآيات الداعية إلى العفو والصفح والتسامح والتسامي والمغفرة والصبر وقزم الغيز والإحسان إلى خلق الله والإحسان إلى شتى مخلوقات الله والأمر الثاني وهي قضية تقزيم المشكلة وتصغير المشكلة وعدم تكبيرها والتماس الأعذار ولقد سبق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم خبراء التنمية البشرية بمئات السنين حيث إن تقزيم المشكلة أيها المشاهد الكريم وتصغير المشكلة يصهم في حلها والنبي عليه الصلاة والسلام كان قادرا على رد الإساءة بالإساءة ولكنه صاحب الخلق العظيم لا يرد الإساءة بالإساءة بل يردها إحسانا وعفوا وصفحا جميلا ومن هنا نأخذ من أخلاقه أعظم الدروس التربوية لذلك يقول لنا ربنا جل في علاه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا فالعفو من سمات الصالحين ومن صفات المتقين الذين شرفت نفوسهم وطهرت قلوبهم وعلت عند الله مراتبهم قال سبحانه وتعالى في وصفهم وفي بيان جزائهم وسارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والدراء والكاظمين الغيزة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فمن عفى عفى الله عنه أيها المشاهد الكريم عليكم بالعفو عليكم بالصفح فمن عفى عفى الله سبحانه وتعالى عنه ومن صفح صفح الله عنه ومن غفر غفر الله له ومن أحسن أحسن الله إليه ومن عامل الله فيما يحب وعامل عباده كما يحبون وينفعهم نال محبة الله ومحبة عباده الصالحين فتح الله عليكم فضيلة الدكتور أحمد علي سليمان والحقيقة أتوجه بسؤالي لفضيلة الدكتور جمال عبد العزيز ونأخذ نماذج وصور أكثر للعفو إن أردنا أن نتحدث عن بعض النمازج المشرفة التي تحلت بهذا الخلق الطيب الكريم أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد علي على تلك النيرات التي فتح الله جل وعلا بها عليه وأقول لو أردنا أن نقرأ سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع المسلم أن يستخرج من سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مئات القصص التي تحلى فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلق العفو لكنني شخصيا يؤثر في موقفين من مواقف العفو أخذ الموقف الأول من حديث أستاذنا الدكتور وهو عفو سيدنا يوسف عليه السلام عن إخوته لماذا يؤثر في هذا الموقف بالذات أقول لأن الظلم إن أتى من الغريب يستطيع الإنسان أن يتحمله لكن إن أتى الظلم من أقرب الناس إليك فهو ظلم بلغ الغاية في مداه والشاعر طرفه ابن العبد يقول وظلم ذوي القرب أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي ولو أردت يا أخي أن تعرف لماذا يؤثر في هذا الموقف بالذات أقول لك ضع نفسك مكان سيدنا يوسف وطفل صغير صغير ومن ألقوه في الجب إخوته بلغوا الغاية في الشدة وفي القوة ألقوه في غيابة الجب فأخذ يستعطفهم ويستدر عفوهم أن يخرجوه من هذا الجب المظلم لكنهم ما استجابوا إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله ويوم أن مكن الله جل وعلا لسيدنا يوسف عليه السلام أكرمهم غاية الإكرام والعجيب أن سيدنا يوسف عليه السلام عندما مكنه الله جل وعلا وصار عزيز مصر وعرف إخوته قال إخوته له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا إيه لخاطئين العجيب أنهم قالوا نفس الكلام لأبيهم وقالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين أنا عايز أفرأ هم ليه مع سيدنا يوسف عليه السلام استخدموا إن المخففة ومع أبيهم استخدموا إن المشددة هم قالوا لسيدنا يوسف لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين هناك قالوا إن كنا إيه لخاطئين لماذا أتوا بإن المخففة مع سيدنا يوسف مع أن الإيذاء في الأصل وفي الأول وقع على سيدنا يوسف عليه السلام أما الإيذاء لم يقع مباشرة على الأب قال العلماء لأن إيذاءهم لسيدنا يوسف استخدموا معه إن المخففة واسمها ضمير الشأن محزوف لأن إيذاءهم لسيدنا يوسف عليه السلام كان في مصلحته فهو صار بهذا الإيذاء الرجل الثاني في حكم مصر وما أدراك ما مصر إنها كلمة طيبة مباركة بين الجوانح في الأعماق سكناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها يؤثر في هذا الموقف النبيل لأن سيدنا يوسف عليه السلام عندما يعني شاهدهم وأتوا إليه أكرمهم غاية الإكرام وهنا بدأ سيدنا يوسف عليه السلام بعد أن عفى عنهم يستخدم يا أستاذنا الدكتور الصفح بقى اللي احنا بنقول هو أعلى درجة من درجات العف عفى عنهم وصفح عنهم ولم يوجه إليهم كلمة واحدة فيها لوم ولا فيها عتاب ولم يتحدث في الموضوع من أساس بل والله لم ينظر إليهم نظرة تعبر عن السخط وعدم الرضا بل إن سيدنا يوسف عليه السلام ما طلبوا منه الدعاء ولكنه دعا لهم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين والعجيب أنهم لما طلبوا من أبيهم المغفرة يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا أم أبهم استخدم أسلوب التسويف ولم يستخدم أسلوب السين وإنما استخدم أسلوب سوفا فقال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم وفي دقيقتين معدودتين آتي بالنموذج الثاني الذي يؤثر فيي شخصيا والله أكاد أبكي دما بدل الدم عندما أقرأ هذا النموذج الراقي من صديق الأمة الأكبر الوفي عندما خطبه الرب العلي بقوله وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم القصة لما رميت الصديقة بنت الصديق رمز التهر والعفاف والنقاء الصديقة بنت الصديق الأوفى التي ربيت في بيت الطهر بيت أبي بكر وترعرعت في بيت النبوة وسقيت بماء التوحيد ومداد العلم بيت سيدنا رسول الله اتهموها بالإف فسيدنا أبو بكر الصديق ليس ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا كان ينفق على مصطح ابن أثاثة وهو ابن خالة سيدنا أبي بكر الصديق فأقسم سيدنا أبو بكر الصديق أن يقطع عنه النفقة فنزل القرآن معاتبا الصديق الأكبر بقول الله جل وعلا ولا يأتلي أي ولا يحلق ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة ذكر الإمام الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب وذكر أبو السعود المفسر العظيم بأن هذه الآية تثبت أفضلية أبي بكر رضي الله عنه بنص القرآن على جميع الصحابة فهو الرجل الأول بعد سيدنا رسول الله بتلك الآية ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا بصغة الأمره وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور الرحيم قال صديق الأمة بلى يا رب وأرجع النفقة مرة ثانية إلى مصطح بن أساسه فهذان درسان عظيمان عفو سيدنا يوسف عليه السلام عن إخوته دون أن يوجه لوما ودون أن يجرح كلمة ودون أن يفتح الموضوع من أساسه فصارت الرقبان تنقل تلك الأخبار الطيبة المباركة الله يفتح عليك فضيلة الدكتور ولكن بعد هذا العرض الطيب وهذا الكلام المبارك هناك من يسأل يعني عن الثمار والكنوز التي أعدها الله عز وجل للعافين عن الناس بارك الله فيكم أكمل فضلم عن الدكتور إن أردنا أن نتحدث عن الكنوز والثمار التي أعدها رب البرية لمن تحلى بخلق العفو عند المقدرة لماذا نقول العفو عند المقدرة لأن الذي يعفو حتى يقال بأنه أصبح من العافين عن الناس لابد أن يكون عنده مقدرة فعفو الضعفاء لا يقبل أما عن الكنوز أقول ووالله لو لم يكن في كتاب ربنا سوى تلك الآية التي يقول الله فيه فمن عفى وأصلح فأجره على الله لو لم تكن تلك إلا تلك الآية قد وردت في العافين عن الناس لكانت كافية أنت تلاحظ معي أيها المشاهد الكريم أن الله جل وعلا قال فمن عفى وأصلح فأجره على مين على الله لم يحدد الله جل وعلا ثوابا ولم يحدد الله لك ثوابا محددا وإنما ترك الله جل وعلا الثواب لك ليرضيك يوم القيامة في الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإن أردت أن تحصل يعني الثواب الذي أعده الله لك فعليك أن تتحلى بهذا الخلق الكنذ الثاني والثمرة الثانية التي أعدها رب البرية لمن تحلى بخلق الصبر أقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى لا بد أن يحييك في الدنيا عزيزا وأن يرضيك في الجنة يوم القيامة لأن بعض الناس وبعض الناس عندهم ضق في الأفق لما يجد واحد كده يتنزل عن حقه يتهم بالخور ويتهم بالضعف ويتهم بالجبن نقول له لا يا أخي ووالله طالما أنه تنازل لوجه الله جل وعلا وكان قادرا وعلم أن هذا الصلح أو العافو سيأتي ثماره في المجتمع لا بد أن الله جل وعلا سيرضيه استمع معي إلى الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنمارية رضي الله عنه قال النبي المصطفى ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه أنت تلاحظ معي أيها المشاهد الكريم أن سيدنا النبي يقسم أن يحلف والنبي صادق بدون حلفان لماذا يقسم النبي المصطفى لك حتى تأخذ الكلام وتضع هذا الكلام في بؤرة الشعور وأن تعض عليه بالنواجز لأنه كلام غال خرج من في رسول الله الطاهر ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه الأمر الأول إيه يا سيدنا يا رسول الله ما نقص مال من صدقة اسمع بأل للأمر الثاني وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة وأختم بالكنذ الثالث حتى أترك المجال لأستاذنا الدكتور فأقول يكفي العافي عن الناس أن الله سيرضيه يوم القيامة إرضاء لا يخطر على قلب أحد من البشر فعندما تتنازل يا أخي بعزة المؤمن عن المظلمة وتعفو عن أخيك المسلم هذا العفو أنا بسميه مهر الجنة بسميه مهر إيه الجنة وبسميه ثمن الجنة استمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام الحاكم وصحح وللأمانة العلمية بعض العلماء ضعفوا لكن نأخذ تصحيح الإمام الحاكم عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأدعو أخي الأستستامر أن يعيش معي في هذا الحديث الطيب والمشاهدين الكرام بأن يعيشوا معي في هذا الحديث الطيب المبار سيدنا أنس بيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أعد معنا في المسجد فضحك النبي حتى بدت ثنايا أي بدت أسنان النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام قال عمر يا رسول الله ما يضحكك قال سيدنا النبي يا عمر رجلان من أمة جثياء على أقدامهما يعني جلس كل واحد منهما على ركبتيه حياء من الله وأمام الله جل وعلا فهو أحدهم ظالم والآخر مظلوم لكن لم يتحلل الظالم من مظلمته في الدنيا فبنقول لأي واحد ظلم أخيه المسلم يا أخي تحلل المظلمة من أخيك واسترضي أخيك قبل أن تقف بين يدي الله جل وعلا فإن يوم القيامة الاقتصاص بالحسنات والسيئات فالنبي عليه الصلاة والسلام يقولي اتنين أعدين كل واحد على ركبته أمام رب العزة فيقول المظلوم لله يا رب خز لي مظلمتي من فلان لقد ظلمني يا رب فيقول الله له وماذا تأخذ منه وقد فنيت حسناته لم تعد عنده حسنة واحدة لأنه أصبح مفلسا شتم هذا وسب هذا وقذف هذا فيقول العبد يا رب فليأخذ من أوزاري فليحمل من أوزاري وهنا فاضت عين رسول الله بالدم بعد أن كان النبي يضحك حتى بدت نواجزه وقال إن هذا اليوم لعظيم يحتاج الناس أن يحملوا شيئا من أوزارهم اسمع بقى ربنا بقى عايز يرضي الجميع يوم القيامة وشف أيها المشاهد ماذا أعد الله جل وعلا للمظلوم يوم القيامة فربنا ييجي للمظلوم ويقول له انظر فينظر المظلوم فيرى يرى إيه بقى الله يرى مدنا في الجنة بنيت من الذهب وكللت بالذهب الخالص فيقول الله له إيه رأيك في الكلام دي ماذا ترى يقول يا رب هذه المدائن لأي نبي ولأي صديق ولأي شهيد فيقول الله له لمن دفع الثمن اللي دفع الثمن في الدنيا فيقول الله له انت تقدر تدفع الثمن يقول وما سمن ذلك يا رب يقول بأن تعفو عن أخيك فيقول يا رب عفوض يا رب عفوض فيقول الله له خذ بيد أخيك ودخول الجنة سويا شكرا الله لك فضيلة الدكتور جمال عبد العزيز وأختم حواري مع فضيلة الدكتور أحمد علي سليمان ونتحدث عن تأثير تطبيق العفو على الفرض وعلى المجتمع دعني أستاذ تامر أن أكمل بعض النماذج التي ذكرها أخي الفاضل الأستاذ الدكتور جمال مرحب الله فيكم يا أستاذي يعني إذ لا يمكن ونحن نتحدث عن العفو أن نغفى العفو النبي عليه الصلاة والسلام وموقفه مع أهل صقيف أرسل الله عز وجل سيدنا جبريل عليه السلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعس الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم يا رسول الله سيدنا محمد بول فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعسني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم ملك الجبال بيقول له لو أنت عايز أن أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين أهد الجبلين عليهم كده صحيح فرفض النبي عليه الصلاة والسلام وقال بل أرجوا أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا رفض النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد العافين رفض عرض ملك الجبال إن يطبق الأخشبين الجبلين على كفار كريش الذين أزوه وعزبوا المسلمين ولكن قال بل أرجوا الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وأيضا نموذج النبي عليه الصلاة والسلام وموقفه عند فتح مكة دخل النبي عليه الصلاة والسلام في العام السامن من الهجرة دخل فاتحا مكة وشريط الزكريات يمر من أمام بصر النبي عليه الصلاة والسلام اضطهاد تعزيب إخراج مقاطعة أشياء كثيرة جدا تمر من أمام بصر النبي عليه الصلاة والسلام شريط الزكريات يمر على عقل النبي عليه الصلاة والسلام ولكن النبي دخل مكة متواضعا وحينما دخل مكة وبعد أن صلى ركعتين في الكعبة قال لأهل مكة يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم تخيلوا أن هعمل معكم إيه فماذا قال أهل مكة قالوا خيرا نظن فيك خيرا يا محمد نظن فيك خيرا يا رسول الله أخ كريم وأبن أخ كريم فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وهنا يؤسس النبي عليه الصلاة والسلام القيم الحاكمة لبناء المجتمعات القيم الحاكمة لتقدم المجتمعات القيم الحاكمة لإشاعة الرحمة وإشاعة التعددية في هذا المجتمع يقول النبي عليه الصلاة والسلام من دخل البيت الحرام فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن وهنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤسس منظومة العفو الشامل أراد أن يؤسس الرحمة في هذا المجتمع الجديد ولنا أن نتأمل في احترام الكبراء واحترام كبار القوم عندما قال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن هذا هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا هو عمر بن الخطاب فاروق الأمة الذي تربى في حجر رسول الله وتعلم في مدرسة رسول الله حقق الله عز وجل به العدل عمر بن الخطاب استهزأ به رجل واتهمه بالبخل والظلم فيعفو عنه عمر ويصفح رجل اسم عيينة بن حصن عيينة بن حصن دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له يا عمر هي ابن الخطاب هي ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزلة ولا تحكم بيننا بالعدل عمر بن الخطاب يتقل له كده عمر الفاروق عمر الفاروق عمر الكريم يقال له هذا فغضب عمر رضي الله عنه وارضاه حتى هم أن يوقع به كان عايز يعني فقال له الحر بن قيس وكان يعني ملازم دعمه قال له يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه خذ العفوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا الرجل من الجاهلين يا عمر والله ما جاوزها عمر بن الخطاب حين تلاها عليه هذا الشاب أي لم يخضر أن يتكلم بعد أن ذكرها وعاف عنه وكان رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله وهذا نموذج لعفو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه سب رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولكن ابن عباس ما رد عليه ولا أجابه ولقال رضي الله عنه لمولاه عكرمة يا عكرمة قال نعم يا ابن العباس قال روح شوفوا الراجل هل للرجل حاجة فنقضيها له يعني الراجل يشتمه ويزعق له ويسبه ويصبر ويعفو سيدنا عبد الله بن عباس ويقول للمولاء الخدم بتاعه شوفوا كده يمكن نعل له يعني حاجة هل للرجل حاجة فنقضيها له فنكس الرجل رأسه واستحيا من ابن عباس أيها السيدات والسادة أين نحن من سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وأين نحن من هذا الرجل الذي استحيا من الخطأ أيها المشاهد الكريم ونحن في شهر رمضان المبارك شهر الإيمان والقرآن شهر الرحمة والعطق من النيران شهر العفو والغفران يجب علينا أن نصلح علاقتنا بكل الناس لا سيما مع الأهل والأقارب والجيران نصل رحمنا نصل من قطعنا ونعفو عمن ظلمنا نبادر بالصلح ونعلم جميعا أن خيرهما هو الذي يبدأ بالسلام أيها المسلمون عليكم بالعفو وعليكم بالصفح والتجاوز فإنه لا عافية ولا راحة ولا سعادة إلا بسلامة القلب من وساوس الغل والحقد والضغينة إن صاحب العفو ينام على فراشه بالليل ينام هانئا ينام هادئا ينام مطمئنا يرجو الأجر والسواب من الله لأنه عفى ولم ينتقم ولا تظن أخي الكريم وأخت الكريمة المكرمة لا تظنون أن العفو ينم عن ضعف وعجز وهوان وإنما هو عن عزة وانتصار على النفس وعلى وساوس الشيطان وشتان بين الحسنة وبين السيئة شتان بين الخير وبين الشر بين العفو وبين الانتقام يقول الحق تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا زوحظ عظيم فاللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم أستر عوراتنا وآمن روعتنا وحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وآخر دعوانا ونعوز بعظمتك أن نغتال من تحتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وكل عام وحضراتكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد علي سليمان وفي أقل من دقيقة نختم مع دكتور جمال عبد العزيز أريد أن أقول بأن العفو له آثار طيبة على الفرض وعلى المجتمع فالإنسان الذي يتحلى بالعفو إنسان لا يمرض وهناك كاتب أجنبي اسمه ميكل بيري قال هذا الرجل بأن هناك علاقة وطيدة بين الصحة وبين العفو الإنسان الذي يلتزم بالصحة دائما يلتزم بالعفو دائما عنده صحة وعنده قوة أما الإنسان الذي يحرم نفسه من صفة العفو فإنه يكون مضطربا تحدث عنده زغلالة يحدث عنده صداع يحدث عنده وجع في الأوعية الدموية وسيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول إني أحيي عدوي عند رؤيته لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العدوات إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عن نفسي بالتحيات وأظهر البشر للإنسان أبغضه أبغضه كأنما حشى قلبي مودات فإن أردت أن تعيش سالما وأن تحظى بالعطايا الإلهية التي أعدها رب البرية للعافين عن الناس أن يكون أجرك على الله جل وعلا فالتزم بالعفو ونختم بالدعاء الذي علمه النبي لأم المؤمنين عائشة فنقول اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعفو عنا وأشكر باسمي واسمكم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد علي على تلك اللآلئ النيرات التي نصرها بين أيديكم الطيبة المباركة وأشكر أخي الأستاذ تامر وجزاكم الله عننا خير الجزاء وكل عام وحضراتكم بخير أشكر الله لك فضيلة الدكتور جمال عبدالعزيز عضو المكتب الفني المساعد معالي وزير الأوقاف لشؤون الامتحانات كما أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والحقيقة في هذه الحلقة تحدثنا عن مجموعة من النقاط المضيئة بدأناها بتعريف العفو والفرق بين العفو والمغفرة والرحمة وأيضا الصفح كما تحدثنا عن النماذج مضيئة في سيرة مصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وفي سيرة الأنبياء والمرسلين وفي النهاية تحدثنا عن الكنوز والثمار التي أعدها رب العزة للعافين عن الناس الحقيقة بعد هذا العرض وبعد هذه الحلقة من ملتقى الفكر الإسلامي خذ من العفو سبيل وتجارة مع الله عز وجل لعلها تكون المنجية في يوم لا ينفع فيه لا مال ولا بنون تهت هذه الحلقة من ملتقى الفكر الإسلامي كل عام وحضرتكم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته